أعلنت وزارة أشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الأعمال الجارية حالياً ضمن مشروع تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات ستشهد اعتباراً من يوم غدا الجمعة تنفيذ عدد من التحويلات المرورية المؤقتة والضرورية يعتبر تقاطع دوار ألبا من أكثر التقاطعات ازدحاماً على شبكة الطرق بمملكة البحرين وذلك بسبب وجود العديد من المنشآت الصناعية المحيطة بالدوار حيث يدخل إلى هذا الدوار حوالي مئة ألف مركبة يومياً لذا ارتأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تطوير هذا التقاطع حيث يكون هذا التقاطع ذو ثلاث مستويات المستوى الأرضي وسيكون مداراً بإشارات ضوئية المستوى الأول وهو عبارة عن جسر علوي ذو ثلاث مسارات في كل اتجاه ينقل الحركة المرورية من شارع الاستقلال إلى شارع الملك حمد جنوباً أما المستوى الثاني فهو عبارة عن جسر علوي ذو مسارين أحادي لنقل الحركة المرورية من شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح إلى شارع الملك حمد الصورة الثانية تبين التحويلات المرورية المزمع تنفيذها يوم الجمعة الثاني من فبراير 2018 وسوف تستمر لمدة سبعة أشهر سوف يتم غلق ثلاث مسارات داخل دوار ألبا للمرور المتجه شرقاً إلى ستراء والمنامة وسيتم توفير مسارين ذو انعطاف عكسي على شكل يوتير يؤديان إلى شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح المؤدي إلى ستراء والمنامة أما بالنسبة للحركة المرورية القادمة من الجنوب على شارع الملك حمد باتجاه دوار ألبا شمالاً فسيتم توفير مسار واحد فقط باتجاه دوار ألبا ومسار للانعطاف يميناً إلى الشارع الجديد المؤدي إلى شارع التكرير المؤدي إلى دوار ألبا إن شاء الله بعد انتهاء هذه التحويلات المرورية سيتم فتح الجسر العلوي المؤدي من شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح إلى شارع الملك حمد نأمل من جميع السواق للالتزام بالعلامات الإرشادية والمرورية تدل على هذه التحويلات المرورية لما فيه سلامة الجميع ترجمة نانسي قنقر